لو انت منتش حطة واسمعوا الكلام ده كويس يا بنات ارجوكو لو انت منتش حطة قصص حقيقية لاختيارك او لرؤيتك لمنظومة الزواج عدين عشرين تلاتين خمسين سنة لو منتش حطة رؤية حقيقية هدف ونية ورؤية وغاية تتحقق وهدف متوسط اللي بعد سنتين واللي بعد خمس سنين هعمل معا ايه وكلام ده بنقول دايما اختاروا المتوافق معاكم فكرة مش شرط المتماثل المتجانس لا اللي فيه نوع من انواع الاتفاق اه انا انا برضا الله ورسوله في حلول اموري انا احب ان اللي يبقى اللي بيني وبينك اه هو صي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه توافق في الامر اه طريقة مشتركة او توافق على طريقة مشتركة لحل المشكلات لما تيجي حل المشكلة هنحل المشكلة بقي بالصوت العالي ولا عشان انت راجل فانا لازم اسمع كلامك ولا هنحل المشكلة بقال الله قال رسول الله قال الصحابة واللي عارفان اني في المنظومة دي اللي المفروض انا وانت نلتزم بيها النقطة دي نقطة مهمة جدا ومعليش يعني سامحوني احنا عندنا تقصير في الامر ده موضوع بقى ده التهويل انا هفاكرا ان هي الزواج واجهة ومكانة وسيشن وفرحة والبنات والغروجات والعزومات واللي حاجات اللي بتحصل في العون وما بين التهويل نعم اه هيحصل لك وهيعمل فيك رفعه ده يا تبقى مطلقة وعندك عيار محدش هيصرف عليك وكذا ويا اما تستحملي الشخصية السامة اللي انت عادة معاها يا اما هتبقى مطلقة والمجتمع هيبصلك نظرة الدون ايه فتقولك لا انا مقدمش انا ايه اللي عمل او انها تبقى عايزة تحقق مجموعة متاعها وتقولك الزواج هيهد فيي الامر ده ايه المشكلة ان اخد واحد يبقى مطافق يطلع معاه ويفرحني ويبقى داعم ايه المشكلة ان انت تجمعي ما بين الامرين ما فيش تعارض ما بين الامرين عندي مشكلة من التهويل وطريق التلاقي الامر فاكرا ما تكلمنا في ادوات التربية وقلنا مشكلة التوقع نعم ان الطفل في سن ثلاث سنين ما تقولوش انت الاول المخاطر دي فيشا دي ما يعرفش تحط فين الحديدة دي كزا لا ماينفعش اكل الطيني السلصال الحاجات اللي هي المخاطر لكن لو هو ماسك كوباية وانا ابتديت ان انا عمله من الكوباية البلاستيك للكوباية الباغ مثلا او اللي هو ماسك كوباية وحايبت احنا مش عايزين نوقع عشان سليم هيبادل وقام جاي حمسك الكوباية وهو هيسيبها انا شا دا برد فعل ها ديكي نوعين من الاباء والامات ولاجا والكست المي هطوع والسجادة والدنيا مش هارف ايه ونوع تاني تقولك سبيه تعلم اي فيه يعرف انا عارف انك هتشيلها صح موضوع التوقع قال لك من السلم وانت طلع هتوقع بيتخيل الطفل ابتال سين يتخيل كده هيوقع حتى لو هو مش على حفة الدرج ولكن اعطاء الصورة المسبقة دا اللي بيعمله التريندات دا اللي بتعمله السوشيال دا بيعمله اصدقاء او الاصدقاء العادين اللي هما ما عندهمش خبرة ما هم همين بيديك المعلومة حايزابونات نسويات الناس ما لهمش اي خبرة ولا مرجعية وكان مش دا اللي يديك دينك او المسلسل الفلاني او الفيلم العلاني او فلانة طلع مش عارف ايه بقت المشاكل كلها مشكلة فلانة وفلانة اللي بيتطلقوا مشكلة فلانة اللي مش عارفة عملت على زوجة ايه اليوتيوبرز ولا البلوجرز اللي عمل ايه دا ايه دا تعالوا ما اقول لكم على موضوع زي موضوع انا بدي صورة ذهنية العقل طفل في سن ثلاث سنين طريق التصرف طب انا عايزا يعمل دا ممكن نعمل ازاي طب نمشي ازاي طب نروح ازاي رد فعل الاهل ما بين الاعداد وتكوين المهارات في السن دا وتكبير عضلة الدماغ للتفكير لا اكتر من حال وما بين اللي يجبته ويخوفه ويمرده يبقى الواحد عنده مرض يروح لطبيب يخلي طالع عنده ستين مرض او لصاحبك يكون عندك مشكلة تروح تكيل وتطلع من عند صاحبك عندك عشر مشاكل